الشيقة بين شعارات أبناء القبال وشعارات الملاك مشاهدين الكرام وفطاحلة التضمير الذين تقدموا هنا على أرضية هذا الميدان في صباحي هذا اليوم بمشاركة شيقة من أسماع عديدة من الثنايا الأبكار بين هذه المنافسات القوية والعملاقة نتابع أيها الحول الكريم على بركة الله انطلاقة الشهود السادس مرة أخرى الخاصة بالأبكار المهجنات الأصائل التي انطلقت في هذه اللحظة لتتنافس مرة أخرى وظهور نجم آخر ونجوم أخرى في هذا اليوم كالعادة كما عود أن هذه الأسماء المميزة التي تشارك في صباح هذا اليوم من الأسماء العملاقة الرنانة ومن الأسماء التي صالت وجالت مع سن الإذاع في الموسم الماضي نقترب من البداية ونقترب من صدارة هذا الشهود والمركز الأول استفتاح من قبل الشاهينية لمبارك بن سعيد بن محمد الكليلي هي الآن من تتقدم حولنا الكريم وتسير بالمركز الأول تليها في المركز الثاني في المركز الثاني هناك الضبي أحمد بن محمد بن سالمين المزروعي انتقلت إلى المركز الثاني بينما المركز الثالث علي بن عبيد الجائر بمن يحتل المركز الثالث في هذه الأثناء ويقدم كذلك لنا الحذرة مطار بن علي بن عبيد بن رشيد ياتي ويحتل للمركز الثالث بينما المركز الرابع المركز الرابع هنا مجاهدين الأعزاب الرابع لسعيد بن ناصر في زيرة المري من يتواجد على المركز الرابع أما المركز الخامس فنقله إلى تواجد واحتلال حفلة لغلام بن موسى البلوشي هو من يقدم حفلة إلى المركز الخامس بينما المركز السادس حمد بن خيرات بدوده العامري يقدم راهية في سادس المراكز المركز السابع وصلت إلى نغارة محمد بن سيل بن هيان العامري تتقدم نحو المركز السادس المركز السابع وصل شعار بالضبيعة عبدالله من تقدم في هذه اللحظة مشاهدين الكرام وقدم الذهيب على المركز العاشر هذه الأسماء الأولى الأسماء الأولى أيها الحمد الكريم مشاهدين الأعزاء لمراكزنا المتقدمة المسيطرة والتي تسير بمسار الشود مسار التحدي مسار المنافسة المميزة في انطلاقات هذا اليوم نتابع ونعود إلى المركز الأول نشاهد الصدارة الآن تغيير من قبل مشاهدين الأعزاء الراهية اللي غيرت واحتلت المركز الأول حمد بن خيرات العامري هو الآن من غير واحتل الصدارة هلولة بينما المركز الثاني المركز الثاني هناك تواصل من الضبي أحمد بن محمد بن سالمين المزروعي من قدم الضبي لان على ثاني المراكز ولكن الضبي مسارها غير وتحديها غير في مشاركة مميزة المركز الثالث وصل الفزيرة المري لان يقدم لنا من خلال هذه اللحظات براقة سعيد بن ناصر الفزيرة المري لكن هنا اختطاف بن قبل أسطورة محمد بن عتيج المهيري وصل واحتل المركز الثالث الان وصل بن زيتون مشاهدين الأعزاء محمد بن زيتون المهيري وصل وخذ المركز الثالث أما المركز الرابع الفزيرة يتقدم سعيد بن ناصر الفزيرة المركز الخامس وصلت الي الذابة الي الذابة فهد بن فيد بن طحنون الهاجري في المركز الخامس في هذه الأثناء لكن هناك تغيير من قبل تواجد أيها الحبل الكريم هملولة لمحمد بن خليفة الرميثي وصل إلى المركز الرابع في هذه الأثناء أما المركز الخامس الي الذابة في هذه اللحظة لفهد بن طحنون الهاجري المركز السادس المركز السادس مبارك بن سعيد بن محمد الكليلي هو من يتقدم ويقدم الشاهنية في المركز السادس أما المركز السابع الذهيب سالم بن محمد بن ضبيعة أهل اجتبي من قدم الذهيب على المركز السابع الآن أما المركز الثامن نشوف التسلل في المركز الثامن هناك من الجانب الآخر الحذرة لمطار بن علي بن رشيد أهل اجتبي تواجد ويحتل المركز الثامن المركز التاسع وصلت التماس حمد بن فايل الزرعي يقدم التماس في هذه اللحظة والمركز العاشر الشاهينية الأحمد بن عتيج الرميثي من وصلت واحتلت المركز العاشر هذه الأسماء المنطلقة مشاهدين الكرام والتحديات المميزة في انطلاقات هذا الشوت هذا الشوت الذي يحمل أكثر من أسم مشاهدين الأعزاء من خلال تواجد به من خلال هذه المشاركة 28 من الأبكار المشاركات في هذا الشوت لكن الجموع مشاهدين الأعزاء دائما عند الهجوم على مقدمة الشوت عند تحدي الشوت ونرى في المركز الأول الآن الأسطورة من تغير على هذه اللحظات وتاخذ للصورة في مقدمة الشوت هذه الأسطورة لمحمد بن زيتون المهيري من يسيطر على مقدمة الشوت على المركز الأول على الصدارة الأولة تقديم كذلك روح التحدي والمنافسة بينما راهية في المركز الثاني حمد بن خيرات العامري يتقدم الآن ويحتل المركز الثاني في منافسة قوية بين راهية وبين سطورة في مشاركة هذا الشوت إنها سطورة الهجن مشاهدين الأعزاء في تحدياتها ومشاركاتها المركز الثالث وصل بن طحنون ليقدم اليذابة هذه اليذابة فهد بن فيد بن طحنون الهاجري إنها تحمل يعني عنوان قوي عنوان عنوان من اليذابة 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 وصلت الآن في المركز الثالث بينما المركز الرابع هنا أحمد بن محمد بن سالمين المزروعي يقدم الضبي لكن وصلت الآن التماس التماس وحمد بن فايل الزرعي يقدم التماس على المركز الخامس بينما المركز السادس اختراقا للصفوف من قبل هملولة محمد بن خليفة الرميثي وصل الآن وخذ المركز السادس أو خامس وهذه اللحظة نشوف المركز السادس الله أول ندى أول ندى لشعار بن جبرين هنا تتقدم الحذرة لسلمان بن محمد بن جبرين هو الآن من يتواجد في المركز السادس وهذه اللحظة في هذه اللحظات هذه المراكز المنطلقة مشاهدين الأعزاء المركز السابع عندك بضبيعة المركز الثامن وصلت الآن لخادم بن عبدالله بن خادم قبيسي ضبيعة المركز التاسع عمبارك بن سعيد الكليلي بينما المركز العاشر هناك أحمد بن عتيجة الرميثي لكن الأسماء مشاهدين الأعزاء تتخالط في هذا الشوت تتناثر يعني يختلط الحابل في النابل لكن المراكز الأولى تبقى السيطرة حتى الآن واضحة من قبل اسطورة من قبل اسطورة محمد بن زيتون المهيري لا زال يتقدم مع اسطورة في هذه اللحظات بمشاركة راهي حمد بن خيرات العامري بمشاركة اليذابة فهد بن طحنون الهاجري بمشاركة التماز حمد بن فايل الزرعي بمشاركة الضبي أحمد بن محمد بن سالمين المزروعي وصلت هذه الأسماء مشاهدين الأعزاء والكل يبغي يخطف المركز الأول محمد بن خليفة الرميثي كذلك في صلب التحدي والمنافسة في هذا الشوت وبن جبرين يتواجد سلمان بن جبرين اللي يتواجد مشاهدين الكرام ويحتل المركز السابع في هذه الأثناء لكن نعود إلى المركز الأول عاد بن سالمين مرة أخرى عادة الضبي عادة الضبي مشاهدين الأعزاء في هذه اللحظات عادة إلى المركز الأول ونقول الكيلو الأخير الله هي الكيلو الأخير بدأ يرحب بالوايزين بدأ يرحب بالواصلين وهذه الضبي أحمد بن محمد بن سالمين المزروعي هو الآن يتقدم هو من يقدم الضبي على مقدمة الشوت لكن حذارية بن سالمين لأن أسطورة موجودة كذلك تقدم من براقة موجودة أو هملولة محمد بن خليفة الرميثي أسطورة محمد بن زيتون المهيري وصلت الآن ووصل بن جبرين ليقدم الحذرة سلمان بن محمد الجبرين وصل الآن في هذه اللحظات من خلال المشاركة إلى المركز الثالث رابع المراكز الضبيلي خادم بن عبد الله بن خادم الكبيسي لكن الله هملولة 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 محمد بن خليفة الرميثي تغيرت الأحوال عادت راهية مرة أخرى حمد بن خيرات العامري الله هذا الشوت جن جنونها جن جنونها راهية انتقلت مشاهدين الكرام الله يا أبو رغش هنا مع تواجد راهية حمد بن خيرات العامري غيرت النتيجة غيرت النتيجة وأحوال هذا الشوت بعدما كانت المقدمة لكنها خذت راحة قليلة عادت مرة أخرى لتتفوق بهذا المشاركة سلام عناوي السلام سلام من الطوية واسعد الله صباحكم وقد مورنين على هذا الفوز والانتصار اللي قدمت راهية من خلال هذا الأداء رغش بن حمد بن خيرات العامري تهانين على الفوز وعلى الناموس والانتصار بينما المركز الثاني هنا سلمان بن محمد الجبرين المركز الثالث هنا لمحمد بن الشيبة السبوسي المركز الرابع حمد بن علي بن حنزاب يقدم جواهر المركز الخامس المركز الخامس التماس حمد بن فايل الزرعي مشاهدين الأعزاء هكذا هي النتيجة في الانطلاق والتحدي والمنافسة حتى اللحظات الأخيرة لم نتعرف على الفائزين لكن راهية كانت في الختام هي السيدة الموقف واحتلت الصدارة بعنفوان الفوز والمنافسة لحمد بن خيرات العامري تسع دقائق خمسة واربعين ثانية وفاء وتماما وكمالا تهانين هو الناموس على هذا الفوز يا برغش بينما المركز الثاني في الانطلاق والتحدي كان الوصول كذلك جماعيا في هذه اللحظة بين تواجد هذه الأبكار وهنا محمد بن الشيب السبوسي هو صاحب المركز الثاني بتسع دقائق 47 ثانية ثمان أجزاء من الثانية بعدما قدم الفاترنا في اللحظات الأخيرة تانين هو الناموس أما الحذرة في المركز الثالث لسلمان بن محمد بن سليمان بن جبرين وصل واحتل المركز الثالث بنفس التوقيت تسع دقائق 47 ثانية تسع من الأجزاء من الثواني تانين والناموس ترجمة نانسي قنقر